لم تنتهي مأساتهم باستعادة مناطقهم عسكرياً من قبضة تنظيم الدولة فرحلة نزوحهم لا تبدو لها نهاية على الرغم من مرور نحو ست سنين منذ أن غادروا بيوتهم فراراً بأرواحهم وأرواح صغارهم من حرب تسبب بها القابعون على كراسي الحكم في بغداد النازحون من عدة مناطق تتبع قضاء بلد في محافظة صلاح الدين والساكنون في المدارس والهياكل والأبنية القديمة المهجورة في سامراء بح صوتهم من الشكوى والمطالبة بالسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم المستعادة احنا صارنا خمس سنوات ورح نبدو بس ساسة احنا شنو مصيرنا وشنو محرومين من مناطقنا ومن بيوتنا احنا صارنا خمس سنين شايكونا اللي مطلوب خذوه احنا السماء مطلوبين غير ان ميليشيات الحشد لها حسابات اخرى حسابات تتعلق باجندات ومخططات خارجية تديرها ايران سعيا نحو تغيير ديمغرافي يخدم اطماعها في العراق بتواطئ حكومي دون النظر لكم المعاناة التي يواجهها النازحون احنا نازحين من 2015 ولي جاي وقعدين مدارس هياكل وشيف نظيم وهذا ما عندي شهدات اثنين اكتلوا دواعش اكتلوا رجلي واكتلوا اوليدي وهي صار سنتين ونستركض الحطاية اللي عندي وان ما عندي وريد احد لا حكومة عوضتني ولا السلام على جهال عندي ثماني تامع برقبتي ولا معين وانا بقعدة في هذه المدرسة الهيكل والمطار ينزل علينا ولا تقف المعاناة عند العيش في هياكل غير مكتملة البناء او مباني مهدمة بل تمتد لتشمل تفريق شمل الاسر حيث تمنع السلطات والميليشيات النازحين من زيارة عائلاتهم النازحة في مخيمات بمحافظات اخرى تتواصل معاناة هؤلاء النازحين اذا بفعل العجز او ربما التواطؤ الحكومي مع المخططات الايرانية الرامية الى تغيير الخريطة السكانية للكثير من مناطق العراق مستفيدة في ذلك من تعاظم نفوذ الميليشيات الموالية لها بينما يرى مراقبون ان حلا ينهي النفوذ الايراني في البلاد لن يكون الا بأيدي العراقيين